وده الحقيقة حصل طبعا كابتل رقوف عبدالقادر منذ أيام أعلن عن انضمام فريدة وائل ونها شتى لطبعا لعبتا الفريق الأول لنادي هليوبلس ويكليهم دور كبير بالمناسبة بفوز هليوبلس بكأس مصر مع نادي سموحة في النهاية انضموا بالفعل للنادي الأهلي أعلنوا عن الصفقة جاهزين إن شاء الله ينضموا ويمكن نادي هليوبلس بالنسبة له الموسم كده انتهى فأكيد يعني إن شاء الله اللعابتين هيكونوا هياخدوا الراحة بتاعتهم وينضموا طبعا للتدريبات مع مية حلوة طبعا إن شاء الله الحقيقة فريق السلة السنة اللي فاتت في بطول أفريقيا قد أداء كويس بتهلي بعد الصفقات المهمة دي بتهلي السنة الجاهة تبقى إن شاء الله سنة يعني فيها